شهدت محافظة تعز مسيرة شعبية حاشدة للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف الأحياء السكنية والمشافي وسقوط آلاف من الشهداء والجرح بينهم نساء وأطفال وفي المسيرة الشعبية التي دعت إليها الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والهيئة الشعبية لمناصرة قضية فلسطين دعا البيان الصادر كل أبناء اليمن إلى التضامن الكامل مع إخواننا في غزة مؤكدا أن فلسطين دولة عربية محتلة ولا بد من رحيل الاحتلال وتحرير كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة